أعلنت وزارة الصحة بدء الأعمال الانشائية لمجمع لوجستي لقاحة بمقر الشركة القابدة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا وقالت رئيسة الشركة القابدة للمستحضرات الحيوية واللقاحات هبا والين خطة التعاون بين شركة فاكسيرا وساينوفاك قد انتهت في ديسمبر الماضي بإنتاج 30 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا مشيرتا إلى أن تدشين مجمع التبريد مهم لحفظ اللقاحات والحفاظ عليها من جانبه أكد السفير الصيني في مصر أن التعاون بين القاهرة وبكين في مجال مكافحة الوباء حقق إنجازات ملموسة احتفل اليوم بمرور سنة في التعاون بين شركة فاكسيرا وشركة سينوفاك بين الحكومة المصرية والحكومة الصينية التعاون دوت كان يعني احنا اتكلمنا معهم في التعاون على خطة قصيرة الأجل وخصة طويلة الأجل القصة اللي ابتدنا معهم كخطة قصيرة الأجل وانتهت الحمد لله في ديسمبر اللي فات وانتاج 30 مليون جرعة لقاح الكوفيد وده طبعا إدى لجمهورية مصر العربية اللي احنا قدرنا نطعم عدد أكبر من المواطنين المصريين وإحنا الآن بنتكلم معهم في شراكة طويلة الأجل مش بس في لقاح الكوفيد ولكن أيضا في اللقاحات الأخرى ومجمع التبريد اللي احنا بنشاهده النهاردة وبنشاهد حفل التدشين له فدوت بيعتبر ذوء أهمية لتقل عن المصانع للإنتاج لأنها حفظ اللقاحات ديت من أهم النقاط الأساسية للحفاظ على جودة اللقاح تعاون الصين ومصري في مجال مكافأة الوباء حقق إنجازات ملموسة والكثيرة وذلك لتنفيذ التوافق المهم الذي توصل إليه رئيسان البلدان ولا ننسى أن الصين إنما كانت تمر بأسعب مرحلة لمكافأة الوباء عن ذلك فخمت رئيس المصر السيسي قام بتوجيح المبعوث الخاص له بزيارة الصين مع مواد مكافأة الوباء وعن ذلك وجه بإداءة ثلاث معالم الأثرية المشهور العالميا وإن هذا التعادف ترك أثر كبيرة في نفوس الشعب الصين ولا ننسى هذا التعادف وبالمقابل تعرفون أن الأمة الصينية دائما ترد جميلة للأستقا وعلى هذا الأساس قمنا بتعاون فعال وقدمنا مساعدات كثيرة للأستقاة المصريين لمكافأة الوباء